تصادف اليوم الذكرى الخامسة والعشرين لاغتيال القيادي في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس المهندس يحيى عياش لعملية اغتيال اسرائيلية شمالية قطاع غزة ولد يحيى عبداللطيف عياش أو كما يلقب بالمهندس السادس من مارس آذار عام ستة وستين ببلدة رافات غربية مدينة سلفيت بشمالية الضفة الغربية بداية نشاطه السياسي كانت في الجامعة من خلال الكتلة الإسلامية الذراع طلاب لحركة حماس ثم التحق بعدها بالجناح العسكري للحركة وبرز اسمه في العمل المسلح ضد الكيان الإسرائيلي من خلال عمليات نوعية مكنته منها خبرته وقدرته العالية على تصنيع المتفجرات بإمكانيات متواضعة ومن مواد متوفرة في السوق المحلية بدأت السلطات الإسرائيلية عملية مطاردته منذ عام 92 متهمة نياه بالمسؤولية عن عدد من عمليات التفجير التي أدت إلى مقتل وجرح مئات الإسرائيليين ستيجة للملاحقة المكثفة بالضفة نقل عياش مركز نشاطه إلى قطاع غزة أواخر عام 94 ليصبح أحد أبرز قارة كتائب عزيدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس واغتيل يحيى عياش في الخامس من يناير كانون الثاني عام 96 بتفجير هاتفه النقال في منزل أحد أصدقائه بغزة واتهم أحد المقاولين الفلسطينيين العاملين مع جهاز الشباك بتزويده بالهاتف الذي كان يحمل شحنة من المتفجرات ويوم جنازته شارك عشرات ألاف الفلسطينيين في تشيع جثنانه وعمت نصيرات الاحتجاج مناطق كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة